السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مهندس عمر كيف الحال مهندس عمر مهندس عمر سأسف جدا على التأخر لأنه كان في بالي كان في بالي أنه ساعة 12 وربع وأنا أشرب القهوة كثير بصراحة عملت لخبطة في السيستم عندي فراسي السيدي فراسي تلخبط يعني فهمت كل سنة وتم طيبين ورمضان مبارك أول شيء نتأسف منكم وأعتذر على المرة السابقة لأنني كان عندي ظروف خاصة لا أقدرتش أعمل الكورس والحمد لله سعيد بالعودة إلى تقديم الكورسات من أول جديد وفي نفس الطوبيك وفي نفس الموضوع اللي هو Trimble Connect أو as a tool from cd's tools يعني اليوم سأتكلم عن موضوع لو تسمح لي أبارش رمهنس عمر أصدر ستني جزاك ونا كله خير جزاك لباركة الله اليوم سأتكلم عن موضوع يعني نوعا ما شوية حساس اللي هو يعتبر معقد للكثير مننا وأنا واحد منهم اللي هو موضوع naming convention أو ما يسمى بالmeta data وأنا حضرت لكم process map أو work flow صغير يشرح أهلية working progress والpublish والshared والarchive based on the ISO 19650 اللي هو standard خلينا نمشي على بركة الله ونشوف شو حظرنا لكم اليوم الأجندة بتاع اليوم رح تكون كالآتي بتعبط الحال الكورسات هذه اللي هي gareen familiar with trimble connect أريد أن نذكركم أنه صار في اتفاقية مع شركة trimble Middle East أنه كامل المشاركين أو الناس اللي تحضر الكورسات اللي تم عن طريق بيم أربيا هيكون في تاست small test online test وبعد ما نخلص التاست اللي أكيد اللي past رح يعطوه شهادة معتمدة من trimble حتكون فيه logo trimble وأكيد بيم أربيا مع logo trimble يعني أنا ننصح الناس اللي محاضرتش معنا المحاضرة للسابقة يعني يعود يرجع للتسجيل ويأخذ key notes or key words لأنه التاست رح يكون عن key words و key notes يعني و تطلع لكم شهادة إن شاء الله تحتاجوها أكيد في حياتكم العملية طيب أجندة اليوم حنتكلم على naming convention based on the ISO 9650 ورحنتكلم على الميتا ديتا تمام ورحنروح نعمل small practice عن releases لأنه releases تتكلمنا عليها المرة السابقة بس ما تكلمنش عليها بإسهاب يعني لأنه releases من بين features very important في trimble connect من الأشياء المهمة جدا من الأشياء التي نستعملها يعني خصوصا في ما يخص في information أو data exchange وكذلك رح نشوف how we work with attributes file attributes in trimble connect اللي هو كيف ندخل naming convention وكيف ندخل الميتا ديتا وكيف نعمل naming convention أو metadata template in trimble connect طيب naming convention هي بتعريفها البسيط يعني it's identification it's the file ID it's based on the ISO 19 650 or based on the standard هي تسمية موحدة للفايل سواء كان drawings سواء كان 2D documents سواء كان graphical non graphical and 3D models على سبيل المثال naming convention عندها قواعد عندها أسسها اللي لازم نحن نحترمها أو لازم نحن نتبعها ك engineers ك beam specialists ك beam managers or beam coordinators اللي من الأشياء فعلا تعتبر من أساسيات data exchange or information exchange during the project life cycle وهذه من الأشياء أو من الأساسيات اللي تعتبر من مقويات أو لتخلي CD very powerful نحن اخترنا يعني في شركتنا ك small case study اخترنا Trimble Connect ليش لأنه من الأشياء اللي يخلتنا نختار Trimble Connect أنه feature naming convention موجودة في Trimble Connect في بعض CD's مش موجودة فيها يعني على هذه شفنا أنه مش مضروري نمشي من دون متى تسمية الـ platforms وفي CD's موجودة فيها naming convention بس you have to pay too much يعني رح تكلفك كثير فلوس وهذا مش من الأشياء يعني الوردة خصوصا أنه خصوصا في الفيزز الأولى أو في building implementation لازم تكون حذر في موضوع في موضوع الكوست وفي موضوع صرف الفلوس بما يتعلق في البيم implementation strategy طيب إحنا زي ما شايفين أنه naming convention تتكون من خلينا نقول خانات تتكون من خانات نعم اللي لازم نمشي وراها step by step وراح تخلي الأمور عنا مضبوطة من فوائد naming convention مش ما ننساش أنه أحد سهل علينا عملية filtration أحد سهل علينا عملية traceability راح تسهل علينا عملية tracking of all the files وراح تحل العديد من المشاكل وتحل العديد من الconflicts اللي صيروا during the project life cycle يعني راح تكون عندك full data with history with possibility of tracking إذا مشينا صح في naming convention زي ما شايفين naming convention زي ما شايفين naming convention تتكون من خانات راح نشوفهم one by one أول خانة اللي هي تسمى project يعني اسم المشروع يعني أنت على سبيل المثال إذا كان عندك مثلا العديد من المشاريع سواء كان residential سواء كان health care أو كان مثلا مولات أو shopping malls ستكون عندك تسمية خاصة بك أو codes تعطيها للمشاريع من الأفضل أنه تسميات تكون with three capital letters على سبيل المثال نعطيكم في شركتنا مثلا لدينا مشروع اسمه The Tropical Tower أنا مسميه TTT يعني The Tropical Tower على سبيل المثال أنت قدر يكون عندك مشروع عنده اسم معين تحاول تعطيها الرمز ليكون موحد مشان كامل stakeholders أو project team members يكونوا عارفين أنه هذا المشروع هو على سبيل المثال Tropical Tower سواء project team members أو company team أو company members stakeholders أو حتى outside outside stakeholders في الشركة أو دخلين temporary في supply chain عفوا طيب الاسم الأول هو project يقولك project it's required it's the code of the project يعني حيكون عندك coding للمشاريع بالكامل طنفهم تعمل اجتماعات دورية أو تعمل اجتماعات وتوزع تعمل زي الميمو أنه ابتداء من اليوم على سبيل المثال خصوصا في بداية الأولى بإمليمو 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 بالإسم هذا وستكون عندك اجتماعات أسبوعية كل أسبوعين لكي تتأكد أن كامل الteams عفوا كامل team members صاروا متعودين على موضوع الـ project code الاسم الثاني او الكود الثاني او الخانة الثانية اسمها الوريجينايتر اللي هي اسم الشركة على سبيل المثال احنا في بيم ارابيا تقدر تسميها بيم على سبيل المثال بيم ارابيا او بيم ارابيا ماجازين بام بام مينز او شركتنا هي بيم ارابيا ماجازين على سبيل المثال يعني الخانة الثانية هي تعتبر يعني القود الخاص بالشركة ممكن احنا في بعض الحالات في بعض الكيس هحيكون مثلا قدر تكون عندك في نفس يعني سيستر رح تكون عندك في نفس في نفس خلينا نقول الأتموسفير هحيكون عندك كونسلتنت هو نفسه نفس المالك هحيكون عندك كونتراكتر هحيكون عندك فاسيليتي مناجمنت رح تكون عندك ريال ستيت رح تكون عندك خلينا نقول ديفولوبمنت وهذا هو الكيس اللي عنا حاليا وشغالين فيه يعني احنا مصطرين او عنا حاليا في شركتنا فروع فروع للمطور اللي انا شغالين معه حاليا عنده كونتراكتينج عنده ديفولوبمنت عنده ريال ستيت عنده لورف كامبنيز عنده تكنولوجي يعني المغزى انه كل شركة او كل فرع لازم تعطيها الكود الخاص بها يعني اذا كانت شركة واحدة بس اوكي تقدر تسميها مثلا بيم اربيا ماجازين وخلاص تمام الفوليوم او سيستم بصراحة انا مستعملش لكثير الفوليوم او سيستم ويقول لك في النامي اذا كان الشيء غير معرف دايما نخليه اكس اكس ما عنده حتى تعريف ما عنده حتى فوليوم ما عنده حتى سيستم النقطة الرابعة او الخانة الرابعة هي لك تعبر عن levels and locations في level and locations زي ما شايفين عندك multiple levels multiple levels يعني ممكن في فايل واحد او تعمل compress الفايل تكون فيه ground floor second floor third floor اتتتت راح يكونوا multiple levels تعطيهم double z no level applicable هتحط اكس اكس ممكن حيكون report ممكن راح يكون مثلا title deed الوثيقة معينة تحط اكس اكس لانه ما فيش level معرف ويذا بدنا في تعريف levels تبدأ ground floor base level of building or linear set double zero بعد تبدأ floor levels floor 1 اللي هو 01 02 mezzanine M1 M2 and etc يعني هذن levels and locations يعبروا عن نعم يعبروا عن عن خلينا نقول sheets او اللوحات اللي عندك طيب من الخانات المهمة جدا اللي هي تعتبر بالنسبة لنا تعتبر مهمة يعني مهمة الى حد ما اللي هي type type تعبر عن type الفايل عنا types of files or models لانه غالبا عنا graphical non graphical and 3D models في information container خلينا نقول during information exchange CD 3D احيكون عندك مرات انت مش حيكون عندك بس 3D models حيكون عندك PDF عندك AutoCAD عندك Revit IFC اتترا 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 اذا كان هو اعطيك في الكود اعطيك codes of drawings and models اذا كان على سبيل المثال 2D models رمز او الكود هو M2 اذا كان 3D M3 اذا كان model rendition file for other renditions thermal على سبيل المثال analysis ومهندس عمر تكلم كثيرا عن الموضوع هذا اذا كان MR اذا كان animation file video احتميه AF اذا كان مثلا 2D drawings احتميه DR اذا كان AutoCAD او كان حتى PDF وفيه 2D drawings تحط DR ويكي اذا كان visualization تحط VS يعني هذه من الاشياء مهمة جدا لاني مباشرة او المغزى من naming convention اني مباشرة من دون ما ادخل في الفايل واعمل view بمجرد من نشوف naming convention نعرف من الشركة شو نوع الفايل واذا كان في location mentioned نعرف مباشرة انه هو first floor ground floor and et cetera مش هذي بس انت بعد في research لما يكون عندك research عن فايل معين او في filtration احت تكون سهلة ال filtration او رح نشوفها من بعد مبعض في او موجودة في اي cd يعني احت سهل لك التسمية بتاع الفايل احنا غالبا كنا سابقا وهذه من الاشياء اللي كنت نعملها كنا نسمي الفايلات مثلا last one the proper one the latest one the latest the latest one وهذه من الاخطاء يعني انت بعد تصير دور عليهم واحد واحد مشان تطيح في الاخر revision او 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 وهذا من الاخطاء ورح يضيع الوقت وحنا هدفنا انه نربح الوقت لانه بطبيعة الحال في علاقة ما بين الوقت وبين الCost كل ما ضيعت وقت حيزيد عندك الCost بطبيعة الحال طيب كذلك في عنا الCodes of for documents قدر يكون Method Statement قدر يكون Presentation قدر يكون Bill of Quantity BUQ قدر يكون Database قدر يكون Cost Plan اتساترا اتساترا يعني هذه الخانة مهمة جدا انك تعرف شو Type document اللي راح تعمله Share او راح تسميه لانه هذا راح يساعد كثير المستقبل او ال Receiver of your document طيب في عنا الخانة هذه اللي هي Roll اللي اللي عنده علاقة بالDiscipline وعنده علاقة مرات اللي سوى هذا الفايل عندك الرول على سبيل مثل A هو Architect سواء ليعمل الفايل او It's Architectural Drawing بس غالبا هو ليعمل الفايل سواء قدر يكون اللي كترك الانجينير يكون E قدر يكون client قدر يكون على سبيل مثال Contractor Special Designer على حسب يعني هذم الكود او الكود عفوا هما لعندهم علاقة بالRole Classification هذه بصراحة رح خلي لها Explanation واحد ولما نتكلم على Classification Omni Class اتتترا اتترا اتترا من بعد رح 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 ونحكي لها من بعد لما نتكلم على IFC وما شبه ذلك تمام number هو number of file غالبا number of file خصوصا في during data exchange من working progress الى shared بعد تكون عندك revision تعود ترجع الPCF او comments الworking progress هذا الفايل لازم يتغير الرقم تعود يصير واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة يعني قدر يكون number تعود خمسة revision number five ممكن ترغطوا بالrevision ورح نشوف ها مع بعض في الديمو سمول ديمو اللي هنعمل وعند الشيء الثاني اللي هو يعني نسميه هنا من core naming convention ومن الاشياء المهمة جدا هي الميتا data الميتا data الميتا data صراحة يعني فيها كلم كثير ورح نشوف ها بعد سلايد هذا الميتا data زي ما شايفين هي اللي تعكس او هي اللي تعمل لحركة الفايلات في in the cd احنا عارفين انه cd في four information containers اللي هما working progress عنا الميتا فيها خانتين الخانة الاولى اللي هي sweetability اللي تعبر عن description خاصة بالفايل sweetability وشا عنا عنا four types عنا بالنسبة الworking progress عندك code suitability for work in progress عندك الانيشيال status of working progress اللي هي s0 يعني هذه لما تكون s0 معناها it's work it's work in progress تمام لما تكون نعم عندك s1 اللي هي sweetable for coordination مرات عندك فايلات sweetable for coordination مرات عندك فايلات sweetable for review only تمام وعندك sweetable for approval رح نشوفها كل مع بعض من بعد كيف اندخلها في our workflow in the cd وعننا آخر خانة اللي هي revision metadata يعني هذه revision أو revision code حي تغير بتغير sweetability والstage of the file تمام what is metadata it's initially indicated by the author يعني المتاديتا تعبر بالمختصر المفيد يعني based on the ISO هي tracking number حتى هل عملية الcoordination بينك وبين all the project team members يعني انت بالمختصر المفيد لما تكون عندك too much data exchange as information manager انت حتى تكون عندك control وعارف أن he work in progress and he work archived and he work in progress with revision 2 with revision 3 مشان based on the revisions or based on the metadata بين قوسين you can track the MIDP the MIDP اللي هي master information delivery plan وتقدر you can track with each department with each team the task information delivery plan هذه نحكي عليها بالتفصيل زي ما شايفين information container state في ISO 9650 معلومة بس في beam corner هناك website اسمه beam corner فيه معلومات قيمة جدا 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 لازم تروحوا تشوفوا الweb site هذا لأنه فيه معلومات ما شاء الله قيمة يعني تستعملوها في حياتكم في case studies يتكلم على ISO يتكلم على CD يتكلم على beam software beam tools تمام نصحكم شوفوا هذا الweb site beam corner وسجلوا فيه تصير تصير لكم notification تصير لكم articles تصير لكم مقالات عن أي شي عنده علاقة بالbeam زي ما شايفين عنا المفروض for initial information containers in the CD تمام احنا عارفين في عنا work in progress shared published and archived اكيد ما يخفاش عليكم يعني هي عمليا عمليا لما تروح للواقع عمليا الامر مش رح يمشي زي ما شايفين في الصورة لانه في الworkflow او في workflow بسيط جدا هو عندك فعليا كذا work in progress مش عندك work in progress واحد بس خلينا يمشي step by step وعندك shared واحد وعندك published وعندك الاركايب شوفوا احنا مشي step by step واذا ما فهمتوش وقفوني طيب work in progress زي ما قلنا يبدأ بstatus اللي هو S0 زي ما شايفين S0 means وش معنها انت انت information او حتى ك beam specialist تعرف باللي هذا it's work in progress P0101 means means انه revision 1 ما عندوش ولا revision اذا مشا حبوا الشباب انهم يشيروه في او يبعثوه للشارد لا في عندهم زي ما تقولو حاجز حاجز اذا كان فيه comments او كان فيه مشكلة مثلا في الفايل يعود يرجع with comments يعني في الحالة هذي وش يصير يصير P0102 لانه revision 2 لانه المسؤول على المسؤول على quality control عنده comments على الفايل هذا يعني قبل ما يروح للشارد لازم يعمله لازم يخلص او he has to fulfill the requirements فيه نقطة مهمة تغيب عنها او مش عارف يعني اذا تنتبهولها يعني غالبا بمجرد ما ترسل الفايل اول مرة ترسل الفايل لازم نفس الفايل اللي ترسله ال quality control تمام اللي هو رسلته ال quality control لازم تعمل copy في الاركايف واذا رجعت with comments ورجعت الثاني modified نفس شي تعود تعمل another copy يعني الاركايف كل ما تتحرك خطوة لازم تعمل copy كل ما تعمل شي لازم تعمل copy كل ما تعمل modification تعمل copy يعني ما جاء من الطرفين يعني اذا كان عندك comments وعدلت فيهم تحط copy اذا خلصت ورسلت تعمل copy نفس الشي shared لما يرسل لازم يعمل copy في الاركايف الـpublish إذا it's published وapproved لازم يرجع الاركايف copy الاركايف هو المرجعية في حالة إذا صار خلاف لا قدر هو المرجع يعني الاركايف it's very very important يعني أي خطوة تعملوها في الورغ during your workflow لازم تخلي copy في الاركايف تسال عندك انت full data يعني مثلا صار في خلاف قال owner قال مش أنا لي قلت لكم غير والله ما قلت لكم وكذا طيب انت عندك المرجع قال تعال روح للاركايف تمام file ونشوف الhistory تعال file وهذه من الأشياء الجميلة الموجودة في EDMAS وفي CD انك تعمل you can trace you can track all the activities تفتح الاركايف وتعمل filtration وتشوف وكل حركة فايلات ستكون مربوطة بcomment ستكون مربوطة بريكوست ستكون مربوطة بarify ستكون مربوطة بchecklist فهمتوا عليه يعني ستكون فول سيكون عندك full control على الفايلات سواء كانت الأقديمة الجديدة which is in progress ولا shared ولا published هذه هي الفكرة بتاع CD أو data exchange احنزل نفصل لكم اكثر 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 نقدم طيب زي ما شايفين هذا زي ما شايفين البورد الجميل او اللوحة الجميلة هذه اخذناها من beam corner تمام تشرح يعني ببساطة شو عملية revisions و during working progress على سبيل مثال اقسم لك الworking progress الى two parts قل لك يعني مثلا انت يقولك رسمت square او رسمت مخطط وتأعكسها يعني اكيد عمليا عندك بعد غيرت texture بعد عودت you didn't like it بعد عودت غيرت texture بعد جاء المودي يرقل لك غير وخليه square طيب انا حاليا في المرحلة هذه ما عنديش ولا data ما عنديش ولا meta data عفوا لتخليني نعمل track لل changes request او changes اللي صاروا عندي يعني ما عندي ولا record تمام اذا ما عجبنيش هذا نعود نرجع من اول جديد تمام على سبيل المثال يعني الى حد ما الموضوع مش مرتب يعني تمام بس اذا مشيت ب ريفيجن كونترول رحيكون عندك كالاتي P01 هي اول ريفيجن اذا ضفنا اشياء مثلا زي ما شايفين صارت P0102 it's revision number 2 تمام بس it's P01 و P01 P02 it's work in progress وStatus it's Z Z يعني status او suitability is S 0 اللي هي working progress وتسمية الريفيجن اللي خاصة بالworking progress هي دايما P01 01020304 تمام غيرت النقاط غيرت النقاط صاروا الوان يصيروا P03 بعد غيرت الشكل شوفوا معي غيرت الشكل صار P04 ومبعد لا اظهر لك انك مثلا تعاو ترجع لنفس الشيب بس تغير الالوان P05 بمجرد ما يعتمد هذا او عفوا بمجرد ايوه ما يعتمد في working progress يعني يعتمد من طرف خليني quality controller او responsible حي يكون عندك الauthorization انك تشيروا مع the other team members or department في الحالة هذي يصير shared وتسمية shared هي P01 اذا كان عندهم comment في shared حيرجع من اول وجديد بس يرجع شو P02 point zero one تمام ويكمل في نفس البروست طاف طاف يوصن هنا صار عندهم comment يعود يرجع يرجع شو P03 zero one ويزدعو يكمل بمجرد ما يعتمد P03 او بمجرد ما يعتمد يصير P03 عفوا وينتقل الى published تمام اذا نتقدم شوية هذه هي يعني تقسيمة revision or revision codes زي ما شايفين P it's not contractual preliminary information or C contractual يعني P it's not published yet يعني it's not contractual يعني C معناها خلاص يعني it's approved and signed رح نشوفها بعد شوي zero one it's revision of the information container that has been approved for sharing with other teams يعني revision 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 يعني it means انه P01 هو status اول في الwork in progress واذا كان وحده من دون هذا الازرق it's shared تمام zero one هي changes introduced عفوا within working progress state يعني في الwork in progress عنا ثلاثة خانات اللي هو الحرف P وبعد عندي zero one اللي هو revision وزيرو قاس دي النسخة وبعد عنها revision zero one يعني عننا النسخة الاولى with revision version with revision تمام غالبا هذا هو الكود بيكون في الميتا ورح نشوفه بالتفصيل يعني كل ما تقدمنا صار الامر اوسع الحين طيب زي ما شايفين في الwork in progress عندك P01 بعد تغير صار P01 02 بعد كل ما تغير P01 02 03 etc لما يعتمد او بعد ما يتشير share for no contractual purpose it's for comment only يعني رح يكون عنا shared file between all the team members وين نشير الIFCs وين رح تكون نبسط لكم الموضوع shared file هو زي المقهى اللي يجمعنا بالكامل ونحكي مع بعض تمام الwork in progress هي my private room يعني architectural department ما عندوش الحق structural اني يجي to my private room بس shared file هو it's like a coffee shop نجلس مع بعض ونحكي واش عملت في شيء اذا كذا ما فضلك عدل كذا ونرجع لprivate room عندي افكار جديدة بنسخة جديدة للفايل ونعود نرجع للshared للcoffee shop ونتناقش من اول جديد يعني احاول ابسط بس الموضوع بمجرد ما يعدي على خلينا نقول حاجز الquality control ويروح للshared shared عفوا shared file يصير p01 اوكي صار في changes عفوا في shared اوكي هو عدى من working progress يعني control ما زال موصل للshared يعني for them هذا p01 05 اوكي لما راح للshared صار في comments تمام صار في تعديلات صار في development يصير يرجع p02 ويبدأ 01 ويمشي يمشي حتى يصير p02 تمام يعني هذه revision 2 of p01 بتاع هذا النسخة هذه تمام بعد صار في مثلا changes صار في development صار في مثلا تغييرات القادر يكون owner involved supplier involved contractor involved في shared بس الcontractor مهمة جدا الcontractor إذا أخذ shared files any documents any graphical graphical data وسعر عليها أو عمل fabrication يعتبر هذا it's not official لأن shared it's not published it's not official يعني الغلطة هذه تحملها لمقاول تمام يعني it's not يعني ما أخذش الفايل الرسميا من عندي متى ياخذ الفايل الرسميا من عندي لما يكون publish تمام صار P02 فصار في تغييرات نفس الشي يرجع P03 P03 في الwork P03 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 اللي هو الفايل يرجع نفس الشي quality control إذا أوكي تمام خلاص it's authorized and accepted لما ينزل ينزل C01 لما يصير C01 it's for contractual purpose يعني it's published يعني contractual information يقدر الفابريكيتر الكونتراكتر يسعر عليه تمام طيب كل من تقدموا شي احتوضاح الصورة أكثر يعني وأنتم عملوا لها projection دايمن على شغلكم مشان هذه الجدول الموجود في ISO 9650 Part 2 تقدر تطالعوا عليه يعني طيب هذا الwork flow حضرت لكم يعني على السريع طيب تخيلوا معي أنه في مشروع بسيط جدا مشروع بسيط خلينا نقول ground floor house غالبا غالبا وهذا بسيط جدا يعني قدر يكون أكثر تعقيد بس نحاول نفهم فقط الwork flow كيف يتم في CD كيف يتم حركة الفايلات من الwork in progress للshared published and archived طيب الwork in progress طيب غالبا يكون أكثر من الwork in progress طيب أنا يعني اعتبرت أنه في عنا architectural department structural and MEP الwork in progress خاص بالمعمريين أو architectural department خاص بالمعمريين فقط والstructural خاص بالstructural فقط والMEP خاص بالMEP فقط يعني لا هذا يبص على شغل هذا ولا هذا يبص على شغل هذا يعني while developing يعني الـ proposal أو architectural proposal هما شغلين عليه في عنا الحاجز هذا الأصفر اللي هو quality control يعني it's approved or not approved لما تروح النسخة للquality control و it's approved باش تروح للشارد لازم نسخة automatically تنزل للاركايف زي ما شايفين يعني أي حركة تتحركها في CD لازم تعمل copy في الاركايف لأن الفاصل أو الفاصل من بعد هو الاركايف تمام يعني تنزل نسخة للشارد يعني إذا نزلت للشارد تمام يصير اسمها شو P01 واضح ما تبقاش P01 لا هذه ما زالت لبرة شفتوا ما زالت لبرة لما تنزل للفايل هذا الشارد تصير P01 وشغلة ثانية it will be accessible from structural team and MEP team to make comments يعني تمام في نفس اللحظة structural team حط أو شير IFC أنا حط IFC يعني قدر يكون PDF قدر يكون أي فايل أنا تعملت نحط IFC لأنه المرة جاء إن شاء الله رح نتكلم على open beam in practice وحن نتكلم على IFC وعلى PCF والMVD وإذا كفاني الوقت نتكلم على الكوبي بس شوفوا معي ركزوا معي بس قلنا لما يشيروا هما IFC after خلاص it's approved يعني it's okay it's feeling the requirements يروح للشارد تمام it will be accessible من طرف structural and MEP structural team شوفوا معي it's P01 04 سؤال ليش يعني P01 04 بسيط جدا لأنه تمت تغييرات وتمت revisions داخل الworking progress الخاص بstructure حتى نوصل P04 هذا اللي اعتمدوه يعني هذا اللي عدى تمام هذا يعني يعني يروح P04 بس لما يوصل لما ترسل نسخة للشارد لازم أنت تكون already P01 01 و P01 02 و P01 03 و P01 04 عفوا يكون already محطوط في لأنه مرات يجي مثلا تعرف المشكل مين راح يجيك يعني يجيك يقول لك أنا قلت لك غير أنا عملت لي مشكل لا تقول لا تفضل هاي revisions الhistory شوف P01 02 03 04 و من لقى غير و كذا يعني الاركايف هو يحمي او يعني مش عارف كيف تسموه يعني يعني بمجرد ما ترسل نسخة للشير او بمجرد ما يكون عندك بالنسبة للواركين بروغرس لازم دايما تخبي نسخة في الاركايف يعني هذه كل يتم في نفس الوقت يعني انا انا عملها الشيء هذا اللي يصير يعني مش يتخلص هذا بعد يصير هذا لا كله في نفس اللحظة يصير تمام وهذا شيرين او او مربوط اكيد بال بال و بال تمام نفس الشيء عنده شوفوا خدعة في الامي اي بي شوفوا هذا عادي بزيرو وان زيرو من الضربة الاولى اعتمد عافوا وعدى للشير لا صار فيه تغييرات داخلية وعدى الوصل للريفيجن نمبر فور تمام عادينا حطينا في الشير الامي اي بي شوفوا معي الامي اي بي الامي اي بي انا حطيت لكم البي سياف وحطيت لكم بي زيرو تو زيرو وان يعني صار شغل الامي اي بي مجرد مثال فقط جماعة يعني صار في شغل امي اي بي وصار في كواليتي كونترول وراح بي زيرو وان زيرو شعار فاني زيرو فايف صار في كومنت من طرف الاركيتكترال والستركترال دي بارتمنت يعني لازم يرجع بريفيجن ثاني يصر بي زيرو بي زيرو تو يعني الكومنت طالعين من شارد وزيرو وان زيرو تو وثيرو ثري طالعين من الوركين بروغرس فهمتوا عليه يعني مثلا قادر انت تشير الاف سي مثلا الاف سي موضل او خلينا نقول اتش فاك او درينيج يعني مجرد مثال شيرت الفايل تاك وحطيته في شارد جاو جاو جامعة ال جابوا ال وحطوه عملوله شارد باي ام اي بي تيم شافوا مثلا ان في كلاش على سبيل المثال عملوا موضل مقدرش يعمل ال لانه في كلاش في مثلا مش صح على سبيل المثال شير لك ال اش از از بي سي اف تمام وبعث لك ارسل لك انت مصطر في الحالة هذه تعمل عفوان ثاني اللي هو P01 عفوان P02 01 تمام وتعاود ترجعه من الاول وجديد بس احنا شايفين انه حركة الفايلات ما بين اللي صايرة في ال working progress file عفوان اللي صايرة في ال working progress file and ما بين شارد حركة ساخنة شوية يعني فيها كثير من data exchange و revisions وكذا اعمل حساب كل خطوة تعملها زي ما شايفين P01 01 من الاول لازم يروح للاركايف وهذا P02 01 تبعث نسخة للشارد من اول وجديد وإذا كان عنده كومنت يعود يرجع P02 ماذا 02 إذا كان في كومنت إذا اكسابت بنهر الأول عادي يروح P02 01 ولازم نسخة منه تروح للاركايف تمام طيب الشارد فايل قادر يكون عندك اللي هو يعني قادر يكون عنده قادر يدخل قادر تدخل إذا مشيت مثلا بـ مثلا يقدر يكون عندك فابريكيتر وعلي تكون عندك سواء من هذا القبيل شيء من هذا القبيل يعني ما تنساوش باللي قادر يكون في نقطة مهمة جدا في وسط الworking progress في عندك shared and published يعني في بعض المرات وهذا كلها based on your strategy and الMIDP مرات انك مضطرة تخلص الجماعة الprecast مشان يبدالك الفابريكيشن يعني انت ما عندكش الوقت يعني لازم تخلص له لازم تعطيه الاهمية هذا انه يروح يبدأ يصنع مباشرة يعني حيكون عندك shared في وسط working progress فهمتوا علي لانه بصراحة الprocess map كبير رح يكون وانا حبيت اعطيكم مثال بسيط فقط تمام طيب shared بمجرد او p01 يعني بمجرد p02 01 لما يوصل للshared سيصير p02 وعندك هذا p01 الاول اللي صار عليه comments نفس الشي رح يروحوا يتخزنوا في الاركايف ويتخزنوا في الاركايف اتعمل انت التقسيمة تاك working progress اللي هي الاركايف التعال working progress الshared الاركايف والpublished الاركايف تمام يعني تصير عندك يعني ترتبوهم انت في فايلات يعني اذا حبيت تشوف تروح الاركايف وتسحب كامل المعلومات اللي طلبها انت يعني وزي ما شايفين اي شيء في الشارد رح يروح للاركايف بمجرد ما يعتمد once it's approved خلاص authorized رح تروح للpublished وزي ما شايفين قدر تكون A1 A2 A3 etc يعني contractor revision يعني وعندك partially sign off اذا كانت B1 يعني with comments يعني قدر تكون with comments يعني بتعبات الحل سحيل حاجة تكون approved 100% from the beginning يعني عندك fabricator يقدر ياخذ نسخة عندك عندك appointing party عندك contractor تمام يصيروا يستخدموا publish file و publish file بمجرد once it's published once it's published لازم نسخة نفس شيء منه تروح للاركايف شكرا لكم خلينا نروح بس نعمل قلنا topics اليوم working with releases طيب releases في trimble connect خلينا نفتح البيم ارابيا releases في trimble connect احنا تقسيمة الفايل عادي عملناها working progress shared published and archived تمام اذا حبينا نعمل عنا two options بالنسبة لشار sharing option يعني بالنسبة لشار operation خلينا نقول تحب تكرية file وتسميه shared وتعمل folder permission تمام folder permission شفناها اخر مرة تعمل click انا وجي الحاجة اسمها folder permission وتعمل الكل 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 الواحد او every team member for example عندك three options full access read only access and no access هذه شفناها على مطن في الكورس الاول او الثاني انت غالبا by default دايما خليه no access لانك انت راح تكون الادمين خليه دايما no access بشان ترتب يعني you have to manage yourself يعني واضحة الشاشة واضحة واضحة مانس لاني كنت مشاير بس ال presentation من شوي طيب صحيح نعم ندخل على مشروع بيم ارابيا قلنا من بين الـ وفي الاجندة راح نتكلم على اللي موجودة في Trimble Connect هي بتعبير ثاني هي الـ publish تمام ورح نتكلم على الـ طيب بالنسبة للـ publish simply file وتسميه shared تمام we have to assign permission للteam members اللي موجودين في المشروع team project members يعني by default دي ما خليه no access by default خليه دايما no access أو read only access يعني اللي حيدخل على الفايل راح يشوف الفايل بس ما يقدر شايف ولا تغير ومن بعد you can access for specific users and group يعني انت لما تكون الـ information manager تمام راح تعمل تقسيم cd أو الفولدرات على حسب كل department يعني كل department هتعمل له access معين خاص به تمام for example working progress خاص بجمعة الـ خلينا نقول legal department مشان ننعمل ما خليه شوه بس في construction يعني تعمل فولدر خاص بالprocurement department تعمل فولدر خاص بالarchitectural فولدر خاص عندهم working progress خاص بهم ولا هذا يقدر أو عنده access على working progress الخاص بالثاني بس shared كامل عندهم الـ access تمام والshared كلهم على حسب اختصاص يعني أعطيكم مثال إذا إذا دخلت على الشارد هذا على سبيل المثال أو خليني نروح المشروع أكثر تقسيم في الفايلات على سبيل المثال الـ architectural team عندهم full access على working progress اللي هو اللي هو file هذا الخاص فقط بالarchitectural team الworking progress الخاص بالarchitectural team تمام بس في shared لما تروح للshared رح تخصص الـ procurement department مثال shared file وفي نفس اللحظة يقدر يكون مع الـ procurement department واحد من structural team أو الماب team لماذا أو architectural team لأنه في المرات أحتاج أني أو هما يحتاجوا أني نعطيهم specification أو technical data sheet مثلا الـ ac work على سبيل المثال أو aluminium works عفوا أو block works محتاج هو نعطيه مثلا specification لخاصة بالlighting or the left work ندخل ونشير معه technical data sheet أو أي شي يحتاجه ك specification يعني work in progress حاجة خصوصية shared it's like coffee shop نتلمع بعض ونتناقش بس نخذها بالمثال البسيط هذا ممكن مثال غريب بس ممكن يسهل علينا فهم شوية عملية الـ CD تمام shared عندك two types you can create folder وتسميه shared يعني بشيء بسيط يعني أو وش تعمل تختار folder معين مثلا account department وش عنا عنا نختر اختر اي file تختار اي file you can do what we call share تمام you can do what we call share يعني تختار انهي file وتعمل share وش زي ما حكينا اخر مرة عندك three types of sharing file عندك specific members of the project على سبيل المثال انت يا سيدي مش حاب تشير الفايل بالكامل تشير فقط قصدي folder بالكامل تشير فقط file specific file تروح تختار specific file وتختار specific member of the team على سبيل project member وتختار على سبيل المثال وتكتب note please add your comment على سبيل المثال شير معه file فقط هذه من التكنيك الخاصة بالsharing او sharing techniques تمام عندك second option اللي هي sign in users with link يعني مش بضرور يكون في نفس التيم قادر يكون واحد من الشركة يعني خارج البروج مش قادر مش ضرور يكون one of the project employee تمام او مهندس ولا اي شي تشير معه الفايل مثلا حاب توصل له معلومة معينة في لحظة ما صار involved في المشروع ومعض اطلع تقدر تكتب له link expires on 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 يعني specific date تمام وعندك option هذا اللي هو جميل جدا بصراحة اللي هو view only or view and download view only معناها informed يعني قادر سيو او صاحب الشركة اللي هو اكيد رح يكون مرة على مرة تحب تشير معه report او report حسابي او حتى perspective خلصت perspective المشروع حاب تعطيه مثلا زبدة تفضل شوف تشير معه الفايل هذا اذا اذا كان عنده حساب في تعمله view only يقدر يشوف يصير يشوف يعني ال perspective واذا كان هو ما اخذ تدريبة معكم يقدر يكتب لك small comment او اي شي عن طريق ال add comment زي ما شفنا اخر مرة و share data يعني sign in users with the link قادر يكون supplier يعني supplier تعطيه مثلا خليني نقول shop drawings شايرة مع shop drawings for comment مش officially لانه publish اللي يشتغل عليها تعطيه view and download يقدر يحمل المخططات او خلينا نقول 50% schematic design بشان يعطيك comments اللي على اساسها انت تشتغل وتعدل وتصير تعود ترجع لل working progress تشير تعمل share بشان تاخذها لل publish هذه option number two number three it's any users with the link اي واحد مهما كان صيف يعني عندك ايميل ودخل ايميل هنا وتعطيه مثلا قدر يكون واحد ما عندوش تقدر تعطيه اللينك وتعطيه مدة معينة مشان يحمل اللينك تمام ويقدر يشوف view only or view and download اه اقدر يكون supplier او اي sub consultant or sub contractor هذه بالنسبة للشارد بالنسبة البابليشد البابليشد نفس الشي تقدر تكريت فايل نفس الشي تقدر نفس الشي تشير زي ما تعمل او تعمل نفس البروسيجر اللي عملناه في الشارد التكنيك الثاني في البابليشد تكنيك الثاني في البابليشد هي حاجة اسمها releases بصراحة يعني اللي موجودة في التريمبل تعكس نفس الشي لمفهوم البابليش انت اذا عملت البابليش للفايل معناها خلاص خرر من يدك يعني وينحت اثر على مشروعك releases بالمختصر المفيدة هي البابليش او الست او الباكيج يعني انت مثلا او اللي عارفين نحنا يعني الشي المعروف في شغلنا يعني احنا بمجرد ما نخلص الام اي بي نسميه الام اي بي باكيج وممكن نسميه الاركيتكترال باكيج والستركترال باكيج release it's like باكيج يعني خلاص خلصت شغلك وروح تعمله submission طيب مشان create release او مشان تعمل publish للwork او الفايل او الفايل وش تعمل بسيط الامر جدد عندك two types of creating releases type الاول او الطريقة الاولى تروح تعمل new تمام وتكتب اسم release سميها MEP مثالة package due date means انه package او release او publication او publish لازم تعمله ارسال you have to send it يعني ما تخليشه عندك يعني مدم ومازال عندك معناها مازال في share او مازال working in progress لازم تعمله send you have to send it يعني خليه مثلا ثلاثين في الشهر ودخل الناس اللي هما سواء كانوا groups or users مثلا 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 بيلال تمام you can add note MEP تمام وتعمل تعمل شو تعمل save اذكرية عندك MEP package شوفو معي اسم package او اسم release it's MEP عدد الفايلات اللي موجودة فيه due date 29 يعني لازم يترسل في 29 recipients من نحي يوصل يوصل بيلال status draft شمعناها draft انت كريتت release او حضرت publish file بس مزال ما بعثتوش مزال ما ارسلتوش يعني في الحالة هذه في draft مازال عندك الحرية انك تغير تعمل edit جي لل draft مثلا تعمل edit على سبيل المثال تغير recipients تغير الناس اللي حصل لها الفايل you can delete it even تشوف بعض التفاصيل عليه يعني عندك الحق تغير فيه يعني مدم ما زال draft تقدر تغير فيه بمزرد بمزرد يعني ما تعمل او تعمله send خلاص ما عندكش الحق لا تعمل delete ولا تغير في المحتوى ولا تغير في recipients تمام خلينا نعمل release ثاني اللي هو عفوا due date نفس الشيء خليها ممكن 28 save حضرت حضرت وش وش تعمل في الحالة هذه حاليا هذا ما عندكش يعني ولا structural drawings ولا architectural ولا MEP وش تعمل تروح على سبيل المثال الشارد فايل على سبيل المثال مجرد المثال مثلا تروح architectural model ويجي مثلا 2D drawings PDF وتعمل click بمجرد ما تعمل click هذا خلاص it's shared شوف ما عندي ولا comment تمام الأمور طيبة كذا وش نعمل نجيل three dots ونعمله add to release احنا شفناها اخر مرة move to يعني تغير له delete see activity وعند add to do وعند check in وcheck out شفناها تمام وعند export to excel وadd tags شفناها مبل كامل هذا اذا عندكم اي سؤال مش مشكلة نعودهم يعني عندك option اللي هو add to release بمجرد ما تعملوا add to release حتطلع لك small panel وش يقول لك هل you can عندك two options هل تفضل انك تكريت هذا كrelease separate ولا you can add to existing releases او ايه existing releases عندك three releases نهنا هذا وش اسمه هذا architectural تختار وتعمل save تمام يعني صار هذا released ها او صار release file الروح release اللي عندي صار عندي في architectural package file تمام لما نعمل click احيط لعلي release الموجودين تخيلوا معي انا 10 أو 20 architectural file يعني اتول بي architectural اه architectural package نفس الشيء بالنسبة الفايلات الثاني اذا حبينا نروح نشوف مثلا مجرد مثال مجرد تمام والروح الريليز اللي عندي نشوف بلي المأي بي صار تغير اذا حبيت نعمله send حاليا انا قادر نعمله modification يعني ندخل نغير الاسم نعمله send او نقدر نعمله download see activity مرة الاكتيفتي تطول معك بس مش مشكلة عندي الحرية اني نغير فيه يعني نغير حتى بس بمجرد ما تعمله send خلاص it will be locked نعمل click على هذا عفوا على هذا ونعمله send بمجرد ما نعمله send حيصير لونه اخضر اوكي اذا عملت click على هذا احتروح ال icon تعال modification حيصير عندك بس possibility انك تعمله downloaded وعندنا possibility انه نعمله delete خلينا نجرب لا هل نشوف some releases cannot be deleted as they have been send يعني حتى وتحب تعمله delete خرج من يدك يعني يعني صار official document يعني تصير بعد you have to solve it يعني legally والله لا يسهل يعني فهمت يعني مجرد ما يصير released officially send تقدرش تغير فيه يعني عندك الحق تعمله download او حتى تقدر download بس شوف شو ال information اللي عندك وخلاص نفس الشي بالنسبة لل release الثاني نفس الشي بالنسبة لل release الثالث طيب انا ارسلت release اسمه دريدي بلال خلينا نشوف شو وصلني انا او client او contractor او fabricator احيوصني شكل هذا يقول حلاوة cd او ال admas انه notification دي يكثر ايميل اصدار يتكتب ايميل وتعبي وكذا يربحك في وقت او شزئية ارسال ايميل يقول لك مجرد ما نشوف انا release معناها it's published it's official document يعني it's تمام زي ما شفنا في ال presentation انه release يعني يعني يعطيك اسم المشروع ال project id شو اسم release package اه mp package release id تمام project id عفوا release id deadline send by send user تمام وتقدر يعطيك هنا file name version number two وعندك version id وعندك version date مجرد ما تعمل click هياخذك على release وتشوف release يعني انا recipient ال release سنشوف وش ارسل لي هتفتح لك مباشرة على release package which is mp هيتفتح لك automatically على release اللي هو الممي model يعني ifc لفكر اخر بره شفنا 3d viewer بتاع trimble connect desktop application ما زال ما شفناش 3d viewer بتاع trimble connect web browser واللي هو فيه اشياء جميلة جدا مصراحة انا مخليه لما نعمل course على the open beam لانه فيه اشياء تهمنا كprofessional زي يعني تمام زي ما شايفين هذا هو release اللي وصلني ونقدر نحط comments زي ما اتعلمنا اخر مرة عن طريق ال cloud تمام ونروح نعمل to do ونعمل comments الخاصة بهذا تمام طيب هذا شوف شو يوصلني كrelease يعني it's publish it's official publication or document هذا بالنسبة publish وهذا بالنسبة الش file يعني انتو تقسيمتكم الفايلات الفايلات اللي اللي تعملوها مبنية اول شي على workflow لازم انت لازم بصراحة يعني يقول لكم بصراحة ليه بارة لجيب ورقة وقلم وترسم على الورقة شو الوركفلو رح تشتغل بها كم عدد الديبارتمنتز كم عدد التييمز اللي عندك كم عدد الوركين بروغرس اللي عندك وتصير تشتغل على workflow وشو حركة الفايلات نوع الفايلات based on midp based on task information delivery plan اللي هو رح يكون زي حيقيد لك حركة المعلومات والdata exchange حيكون عندك وقت معين حتكون عندك وعلى أساسها تبني الفولدر structure الخاصة بك في cd وعلى أساسها تبني أو تعمل المرات الخاصة بال users وعلى أساس هذه ما حكينا آخر مرة تعمل all project team members تمام وتمشي step by step ورح يتحقق عندك workflow very smooth and very simple and easy تمام شفنا working progress أوكي سهل هذا وشفنا الshare وشفنا published وشفنا archived في نقطة بس معينة مش من ننساهاش في فايلات لازم تقعد في الshare على سبيل المثال إذا كان بيوكيو لازم أن أشيره مع جماعة الprocurement department وهم بدورهم رح يشيروه مع مثلاً مع x contractor أو subcontractor لازم يكون ما يكونش temporary لازم يكون دايماً دايماً موجود في shared وفي فايلات مش ضروري تبقى في shared خلصت approved تنقلها مباشرةً على archive تبقى تبقى مشان بس تكون أمورك مرتبة يعني يعني متعبيش shared بفولدارات مجرد ما تخلص approved ارسل للاركايب يعني خلي عندك options في shared file فايلات اللي هي مش تامبراري دايماً موجودة يعني لأنها استعمالها يومي على سبيل المثال وفي فايلات خلاص خلصتها ترسلها نعطيكم مثال بسيط أنا بيني وبين account department بحكم أنه شغالين في development في shared بيني وبين account department file اسمه escrow account payment يعني escrow account payment هذه small case study بس يعني حبيت نحكي لكم عليها يعني بيني وبين excel sheet اللي هو escrow account statement مش معنى escrow account statement أنا based on the worker progress on site نطلع payment للcontractor طيب كيف أطلع payment للcontractor يعني أحجيني نعمل ما يسمى PPC payment progress certificate PPC طيب لازم تكون عندي يوميا معلومات خاصة بالstatement الخاص بالscrow account يعني كم توفر عندي في الحساب من الإيداعات اللي تم من طرف الزبائن أو المشترين يعني هذه المعلومات تمني أنا كواحد مسؤول عن تقديم الpayment هذا الفايل منقدرش نشيره معاه لفطرة معينة بس وخلاص يعني فهمتوا عليه consultant payment على سبيل المثال في excel sheet وين لازم أو لازم كل من قدم payment لازم نحمله يهري payment number one payment number two payment number three على سبيل المثال في الcontractor أو عندكم PPC zero one two three PPC two A يعني تكبيلي على سبيل المثال هذا على سبيل المثال بمجرد ما نخلصه نقدم نشيره معاه نقوله خلاص أنا قدمت الpayment you have to follow up with the bank يعني مثلا تكتب له comment please payment submitted and accepted from land department please follow up with the bank أنه تروح لل land department بعدما تعتمد من القسم الهندسي تروح للبانك والبانك بدوره لازم يعتمد هوما كaccount department لازم لازم يتابعوا مع البانك يعني زي شايفين CD تستعملها حتى بين كوبين قسم الحسابات يعني مش ضروري construction فقط خصدي model checking validation etc هذا كأمر ثاني احنا نحكي عليه بالتفصيل إن شاء الله تمام في account department قلنا في شغلة ثانية اللي هو الexcel sheet الexcel sheet هذا زي ما شايفين وينو ايوه في رقم معين اسمه scroll account balance تحت مسمى scroll account لازم الرقم هذا يومين لازم يكون عندي كم سواء نزاد بعصرة دولارات أو مئة الف دولار لازم نشوف لأنه based on this number لازم أو على أساس هذا الرقم نقدم أنا i submit submit عفوا payment تمام مشان يسموه contracture payment يعني هذا ترجمة الكلام اللي كنت نحكي فيه من شوي أنه في فايلات في الشارد لازم دايما في الشارد لازم دايما تكون موجودة يعني مش خلصت خلاص ترسلها للاركايف من بين أو مثال على الفايلات اللي هي temporary shared يعني تشيرها مع مثلا مع خلينا نقول عقود رسالة مثلا من البلدية خلاص أو الشارد هو يمسكها يخذها يحطها في الاركايف تمام يعني وكأنه حركة الفايلات أو data exchange it's like jumping يعني فيه ناس تقعد يعني قد فايلات تقعد تمسك مكانها يعني لحين انتهاء المشروع وفي فايلات لا temporary وبعد تروح للاركايف department or archiving folder تمام نقطة الأخيرة نقطة الأخيرة اللي هنتكلم عليها يعني نحنا تكلمنا عن شيء اسمه naming convention and metadata وهذه من الأشياء كذلك اللي خلتنا قلنا نختار Trimble connect لأن بصراح من الأشياء مهمة جدا ناخذ مشروعنا مثلا bm arabia ورح نفتح الموضل أو any file سواء pdf dwga واحد working progress ونختار ال architectural model طيب زي ما شايفين أنا عامل naming convention زي ما كنا نحكي من شوي سميناه قلنا مشروع test project tp test project beam arabia xx ما في volume xx ما في level ولا أي شيء m3 it's 3d model زي ما كنا نحكي من شوي و a it's architect it's architectural والنمبر هذا هو نمبر الفايل يعني قدر يصير نبعد 2 3 4 based on the change requests and all of that يعني طيب بمجرد ما نعمل click على الفايل هذا شوفوا معي الشغل اللي تطلع لك على اليمين تطلع لك code description code description اللي هي المتا ديتا revision code description revision متا ديتا edited by edited date revised and reviewed by revision date approved by approved date rejected by rejection date and etc هذه هي اللي نسميها المتا ديتا في المتا ديتا environment في تريمبل specifically في تريمبل connect أنا بمجرد ما يوصلني او قبل ما أرسل الفايل او قبل ما نعمله شاري لازم نجي نعمله موديفيكيشن يعني زي ما شايفين احتبقى نايمين كنفنشن عفوا زي ما هي تمام روح حاليا ندخل ما يسمى ب ما يسمى بالمتا ديتا الكود زي ما شايفين S0 S1 S2 S3 منين جبتهم أنا هذا وجبتهم من العيزو وحنقولكم كيف تدخلوهم يعني هم مش موجودين في الأصل في تريمبل أنا اللي ندخلهم يعني أنتو اللي ندخلوهم تمام عندك S1 S2 S3 S4 الـ S0 إذا كنت في working progress نخليه S0 تمام وين يعني حاليا It's working progress نخليه 0 ما نحطوش S1 لأنه S1 S2 S3 S4 S5 It's shared صح ولا لا لازم تختار أنتو وين working progress تمام وين الروح S0 description It's initial status initial status يعني initial status والS0 أو during يعني وانت شغال مع الـ team في working progress لازم الكود هذا تحافظ عليه يعني S0 initial status والrevision يعني احنا قلنا في الـ working progress قادر تكون P01 ها شو 0 01 أو قادر تكون 02 أو قادر تكون 03 هذا من رح يتصير متسلسلين مع بعض يعني تمام يعني حتكون عندك 01 02 01 03 01 04 etc مع أخذ بعين الاعتبار رقم الفايل لأنه إذا خليت رقم الفايل نفسه رح يقول لك لا يقول لك it's duplicated يعني ارضوا بالكم الشغلة هذي يعني انت working progress تخليه شو تخليه 0 it's initial status إذا رحنا للشارد إذا رحنا للشارد صراحة هل عندي هنا شارد فايل آه ممتاز عندي شارد فايل في الشارد فايل في الشارد فايل وش تختار تروح تعمل موديفكيشن زي ما شايفين نعم convention هذا جاي من المشروع الثاني اسمه المزرعة tower farm holding z1 it's the zone سمينها z1 ground floor زي ما حكينا اللي هي level m2 it's 2d drawings architectural المفروض نشيل هذي نخليها اي بس تمام وروح لكود هذي في الشارد في الشارد أنا نختار status او شو هذا هل هذا initial عفوا status لا هل هو suitable for coordination ممكن هل هو for information ممكن review and comment لا هو في الشارد review and comment from other departments يعني هو كم شوفوا 1 2 3 4 يعني s s3 1 2 3 4 s3 revision تم revision ممكن تكون p 0 1 صح p01 ما تكون p01 point 0 1 هذي كاف الworking progress بس في الشارد it's p01 اذا صار في تغييرات في الworking progress وبعد رجعت لي ترجع 0 2 اذا صار في تغيير 0 3 حتى نتوصل 0 5 مثلا edited by من اللي يعمل الedition يعني وedited date etc بمجرد ما تعمل save تمام احتصلني او توصلك notification انه save على سبيل المثال توصلك notification وهذا المفروض الoperation تعمله قبل ما ترسل الفايل قبل ما ترسل الفايل في الواركين ولما يوصل لك انت تعدل يروح يدخل على الفايل ويعمل اذا ما في كومنت اذا اوكي تكتب من تحت على سبيل المثال افروف 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 موف تو موف مش للشار تعمل ها موف تو الاركايف اوكي وتروح وتعمل لها كوبي لل البابلش واكيد نفس النامين بس بالميتا ديتا مختلف اللي هو يكون اي وان او بي وان ويث كومنت يعني بي وان اللي هو يكون ويث كومنت و اي وان افروف و افروف طيب بالنسبة الميتا ديتا كيف دخلت كامل المعلومات هاري كيف دخلت كامل المعلومات الخاصة بالفايل الامر بسيط جدا انا كان يهمني في الاتريبيوت اني ندخل الكود مشان نوصل لهذه يعني حبيت نحقق اللي موجود في الجد والهذا اللي موجود في الآيزو زي ما شايفين انا دخلت الكود دخلت ومدخل دخلت الكود فقط ودخلت ريفيجن نمبر اكيد صحيح انتوما واضفت واضفت من اللي عدل من هذا رجع الكم طلع هذي طلعها من شغلة اسمها تختار اللايسنز اللي عندك هتطلع لك تطلع لك هذا هذا مشروع ايه بيم ارابيا هذا صحيح في شغلتين تشوف نمبر اوف بروجيكس اللي موجودين عندك تروح للايجيا اكيد هتطلع لك المشاريع موجودين في ايجيا في السيرفر عام كامل المشاريع اللي عندي في شغلتين مهمتين جدا جدا في عندك هذه رح نشوفها بعد في ال هذه رح تساعدنا في لما نشوف احنا قلنا بلي المرة الجاية رح نشوف ال web browser الموجود في web browser تمام رح نشوف اي شي عنده علاقة بال اي شي عنده علاقة بال ال رح نشوف ه من بعد هذه ننخلي ان شاء الله الدرس الجاي اي 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 تمام قلنا عندك two options or two features very very powerful and very important اللي هو ال property set library رح نشوفها بالتفصيل من بعد هذه مش نسبق لكم الاحداث دخل property على مثلا على شي معين مثلا تقدر تدخل property من المقاول متى ايجا المقاول متى رح يصب متى يركب متى يعمل ال براند شو كذا 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 بمجرد تعمل click على هذا تطلع لك ال properties من هنا بالشكل هذا تمام وتختار هل هي quality جيدة مش جيدة هل كانوا عندك comments هل عطيته هل هي rejected or approved خاصة فقط بال construction phase تمام خاصة بال construction phase وتقدر تعملها حتى في design phase يعني مش بالضروري construction phase لانه كله راجع لل data والinformation اللي انت تدخلهم تمام يعني ما تستناش انه ال data تدخل واحد الموضل او للتول لا انت انت اللي تدخل ال data بالكامل الحسب ال work flow اللي خاص بيك خلينا نرجع بس الموضوع أنا مين دخلت ال naming convention دخلتها من file attributes file attributes زي ما شايفين مسميها أنا metadata template library ISO 9650 part 2 information container ID version number 18 عملت لها مراجعة 18 مرة during my work work project life cycle عفوا زي ما شايفين عندك three options انتو قبل ما تدخلوا المعلومات هذه او قبل ما تعملوا لها publish عندك three options اللي هو short text long text number date drop down and user زي ما شايفين الكود هو drop down تمام خليني بس على سبيل المثال اذا حبيت نظيف شغلة اللي هي classification اللي هي classification عندي omni class عندي uni class على سبيل المثال حاب نظيف الشغلة هذين هنا مشان احقق شو احقق الجزئية هذه وينها وينها احقق الجزئية عفوا الجزئية هذه اللي هي classification optional تمام وش نعمل روح drop down نجيب drop down drop down عفوا نجيبها نحطها في edited buy ونكتب نكتب هذين موجودة هنا بعد وش اسمها classification تمام ودي option 1 تكتب omni class another option تكتب uni class وتعمل اوك خلاص عندي drop down كم عندي class omni class وش جديد هنا وتعمل save وتعمل publish وتعمل publish تمام يعني دخلت هنا option جديد اللي هو الاسمه classification والله خلي نروح نشوف هل صار عندي تغيير او لا نروح بم arabia سكر هذا سكر هذا folder structure نروح ال working progress مجرد مثالها لانه في الحقيقة ما متمش بالطريقة هذه وش عنا عن مثلا هذا نشوف زي ما شايفين classification جينا هنا ودخل classification اللي انت ماشي بها يعني وينها classification تختار omni class تمام ودخل classification على سبيل مثال اهلية جاية بعد a وتكتب رقم classification اكيد بعد ما ترجع للمرة على classification اللي عندك في الموضل تمام واضح على الاقل تعرف في الفايل لما تعمله check تعرف انهي classification انت ماشي بال omni class خليك بال omni class جي ما شايفين وتعاود الدخل classification number لازم تدخله في naming convention اذا مش تحتخدم تشتغل بال omni class قصدي بال classification بس ضرور يدخلها يعني بس لانه اصلا اصلا كتب لك في ال name convention كتب لك انها optional يعني تمام اه انا نظن خلاص بالنسبة لليوم اه نتمنى انكم تكونوا استفدتوا ان شاء الله هالمرة جاية نحن نحضر شي بسيط عن ال open beam و و مازل يعني في معلومات كثير عن موضوع التريمبل ان شاء الله تكونوا استفدتوا ان شاء الله هنكون ما اطولش عليكم يعني انا عارف رمضان ممكن يكون شوية الامر مختلف واذا اذا في عندكم اي اسئلة انا جاهز تفضلوا السلام عليكم العافية وشمال الله عافية وشمال جزاك الله خير عافية وشمال عندي سؤال انا بالنسبة الاركايب عند سلايد 16 بال presentation هذه بالضبط نعم الاركايب الخاص والاركيتكتر مثلا ممكن او لازم ما يكون مثلا بيرميشن لأي تخصص ثاني صح زي ما تحب شمال يعني قادر ممكن ما اخلي ناس يطلع علي بس انا مثلا هو انا احكي لك كcase study احنا عندنا الاركايب المتخصص او المسؤول على الاركايب فايل عنده الاركايب لكل الفايلات بس صحيح تقدر تعمل الاركايب الخاص بالمعماري خاص بالمعماري والاركايب خاص بالستركتر خاص بالستركتر والاركايب الخاص بهذا خاص بهذا يقدر يرجعون لهم من بعد يكون عندهم الاركايب او مش هما اللي عندهم الاركايب يقدر يرجعون لهم اذا كان في من بعد او شي من هذا القبيل بس شفت تقسيم الفايلات هذي انت عندك خلينا نفتح بس نفتح البينت شايف 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 الحين تمام نعم عنا الاركايف هذا الاركايف انسالي الوركين بروغرس للبرة وكذا هتقسمه هتقسمه يعني ووركين بروغرس ويكون في كذا وحيكون فيه وحيكون فيه وحيكون فيه اشياء اخرى خاصة بالاركايب يعني الاركايف مش بس وبالنسبة للأكسز نعم نعم قادر تعمل أكسز خاص بالستركتور وأكسز تعطي للاركايف الانفرميشن مناجر يعني أنا قصدي فهمت علي بشو ماندس فهمت علي بشو ماندس يعطي يعطي صح نعم يعطي صح نعم تروح الاركايف من الاركيتكتور يكون عندك اكسز بمفروض والانفرميشن ما نجر عنده بضرورة والآدمين عنده اكسز للكامل الفايلات تطلبها من عنده او اي وفيه اوبشن موجود في تريمبل زي ما حكينا اخر مرة اللي هو الاكتيفتي تقدر تروح الاكتيفتي تشوف الاكتيفتي تايب اللي هي مثلا مثلا حبيت تعرف على سبيل المثال انا حب نعرف كم من ريليز سويت من بداية المشروع لنهاية المشروع نعمل كليك على ريليز هتطلع لي بلي شوف كم من ريليز عملنا ام اي بي اكتب تشوف ام اي بي ريليز كرييتد دليتد شايفين يعني هتكون عندك مبعد حتى في الاكتيفتي حتى حركة الاركايبين فايلز فهم علي او لا لذلك تقسيمة الفايلات في الاركايف نفس الشي نفس الحركة شوف يعني شفت الاركايف فايل او الفولدر دايما ما اتتصق فيك يقول لك وش تعطي للشير تعطيني انا اي حركة تعملها اعمل كوبي في الاركايف في سؤال هل عفو في سؤال ثاني باش مهندس نعم 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 مختص بس في الدروين ولا مثلا ممكن يكون في ديكومنت ثاني كل شي كل شي كل شي صور دوكي بيدياف فايل اوتو كات كل شي يعني انت لما تبعث زيب فايل ها زيب فايل يقدر يشيل كل شي صح ولا لا زيب فايل كومبراست فايل يعني تقدر تحمل فيه نعم نفس الشي نفس الشي نفس الشي بس مدام لأنه الريليز في داخل الانفايرمنت اللي هو كامن دا انفايرمنت يعتبر وانتو شفت بعينك يعني بمجرد عملت لوسنت مبقاش عندي الحق نغير فيه او حتى نعمله دليت تمام اي تقدر اي 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 شي سواء نعم سواء ثري دي موضل ريبيت ايف سي بيدياف اي شي اي شي نعم طب ممكن يعني بعض اليوزر يستخدموا الشير فايل بدل ما يروحوا مثلا على أو او شو الفرق يعني هون يكون في بناتهم يعني مثلا كيف يعني 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 مثلا يما يكون في شير فايل يكون مثلا ال مثلا جنيري بروح مثلا شير فايل باخذ من او كذا يعني شو الفرق يما يروح على ويوخذ نفسه لا انت في البابليش لمين تعمل البابليش اصلا لازم تفرقنا هنا في الحالة هذه غالبا مش بالبابليش بالشير فايل او اي الشير فايل زي ما حكيت لك تلتقي انت وكامل التيم وتعمل مناقشة تكنيكال ديسكاشن يعني يعني وكأنك اه نقدر نشوف نشوف شغلك وتقدر تشوف شغلي فقط في الكوفي شوب ومن هنا يعني انا اذا حبيت نعمل او اذا حبيت نطلع على الخاص بالمعماريين من اقدرش نشوفه في مستحيل نشوفه بس في لاني لاني شوف ما تنساش لانه بعد احنا في الديزاين في الديزاين فايز لما نكون شغلين بال ممكن انت تشتغل ارشي كاد انا اشتغل ريبت لا حسب يعني تيكلا structure على سبيل المثال اول حاجة انا اول شي لازم نتفق على shared coordinates لما نعمل overlapping لال IFCs models لازم يكونوا كامل متطابقين مع بعض انا او structural خلصت شغلي خلصت شغلي structure كذا حسابات حطيته في shared file تمام لما حطيته في shared file منتظر ال MEP ياخذ نسخة منه ومنتظره يعطيني نسخة مشان هو يعمل ما يسمى يعمل link ال file structure اللي عنده واعمل انا link ال MEP model عندي وهذا الفريق يشتغل على الملاحظات وهذا الفريق يشتغل على الملاحظات في امتالي ولا لا ملاحظات عن طريق ال PCF اتسطر انت عارف يعني او to do عنها في Trimble Connect مش عارف الجواب تكعي السؤال بش مهندس صحيح بعد share file بروح لل publish نسخة نسخة تروح لل publish بعد share file if it's approved هي واضحة هنا في الفولدر هذا زي ما شايف لازم يكون في check review and approve يعني ما تروحش إلا لما تكون approved نفس شي في share لازم تكون review and authorized مشان تروح لل publish فهمت علي بعد اهي ولازم النسخة اللي تروح لل publish لازم تروح لل archive مشان مشان تكون عندك easy easy to track the file يعني فهمت علي ولا لا النسخة في publish هي نفسها اللي بتكون بال releases هاي releases هي الترجمة ثانية ل publish تمام انا هون الفكرة هاي اهي نعم 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 publish هي release يعني التسمية الثانية release يعني فهمت ولا لا release هي publish اصلا انت عملت لها publish فهمت علي ولا لا ونفس الشي اللي تعمل اه 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 اوكي فهمتك بشو مهندس فهمتك شو تقصد يعني لا سبيل مثال فهمتك شو تقصد بشو مهندس لما نفتح انا الشارد هذا او publish اي شي publish يروح الاركايف وعندك نسخة منه release بشو مهندس صح 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 نعم جزاك الله خير بار جزاك وجزاك اذا في اي سؤال ثاني تطلو تطلو طيب تظن انه في مشكلة عند مهندس عمر نقولكم السلام عليكم كل سنة وتطيبين ان شاء الله شوفكم المرة الجاية السلام عليكم ورحمة الله